التعامل مع الأحداث التاريخية والسياسية والأمنية ومعالجتها عن طريق الدراما يتطلب حذرا وموضوعية شديدين لكن ذلك يكون أشد ضرورة في الحالات التي تتحدث عن وقائع معاصرة لا يزال المشاركون في صناعتها على قيد الحياة في الأيام الأخيرة نشأت أزمة بين إقليم كردستان وإيران كان سببها إنتاج شركة تابعة للحرس الثوري فيلما وثائقيا من تسع دقائق عده الإقليم مسيئا لقياداته وفاقدا للمصداقية ويدور سيناريو الفيلم حول بدايات احتلال داعش لمناطق ومحافظات عراقية اقتراب خطره بشكل كبير من أربيل ويحاول إظهار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مصابا بحالة من اليأس بسبب عدم حصولها على أي دعم محلي أو خارجي لإيقاف الزحف الداعشي ويسعى الفيلم أيضا إلى إظهار قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني بدور المنقذ الوحيد بعد استغاثة الزعيم الكردي مسعود البرزاني به عبر مكالمة هاتفية حسب ما يصوره الفيلم أزمة الفيلم وموجة الاستياء التي نشأت عنها أخذت منحنا دبلوماسيا بعد أن سلمت دائرة شؤون العلاقات الخارجية في إقليم كردستان القنصلية الإيرانية العامة في أربيل مذكرة احتجاج رد عليها القنصل الإيراني بتوضيح أكد فيه موقف بلاده الرافض لمحتوى الفيلم وأن إيران تحتفظ بعلاقات تاريخية بكردستان وقيادتها الجانب الكردي أكد مرارا أنه لا ينكر المساعدات العسكرية التي تلقاها من إيران أثناء التصدي لداعش لكن محور اتراضه يستند إلى عدم قبوله بتشويه الحقائق وتضخيم ذلك الدور وإغفال أدوار باقي الجهات وتضحيات أبناء الإقليم الذين قدموا ألفي شهيد ونحو عشرة آلاف جريح في الحرب ضد داعش فضلا عن تضحيات العراقيين عموما في حماية بلدهم وانه تحسن